بدأت الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر بإجمالية نحو 20% من المتأخرات وذلك من خلال خطة مجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة وخلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر أكد مدبولي حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية وذلك من خلال البدء في تنفيذ ألية محكمة هذا وتناول الاجتماع استعراض موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف والعمل على زيادة قدرة الانتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الانتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل ترجمة نانسي قنقر